بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد والمحمد السلام عليكم طلاب شلوكم إن شاء الله بخير إن شاء الله وصلنا بعد هسا خلصة البداية مع الفارماكولوجي اللي هو سؤالنا بها على أساسيات الفارما من ناحية الكلينيكل أخذنا بها الفارماكو كاينتيكي أخذنا الفارماكو دايناميك كذلك واخذنا الأدفرس ريكشنز وبعض التفاصيل الأخرى اللي هي واحد ضروري يعرفها وتكون يعني شون بباله يعني كطبيب أو كصيدنامي هسا رح ناخذ الأدوية كسيستيمز الأدوية طبعا سيستيمز هواي عدنا كادفاسكولير عدنا جي آي تي عدنا رسبيراتري وإلى آخرين من التفاصيل التابعة للأجهزة أول شي رح نبدي إحنا بالبداية على مواضيع تابعة نظريا إلى الكارديفاسكولير سيستيم بس كسبيشال تكون يعني سبيشالي على الدم وتحديدا على العوامل اللي تؤدي إلى التكون الخثرة ورجوع الخثرة وشلون الجسم يمنع تكون الخثرة وشلون إحنا نتداخل دوائيا طبعا إنت إذا ما تعرف يعني الفيسيولوجي الطبيعي بعد منه رايح أي أدوية تتأخذها لازم أول مرة أنت تعرف الفيسيولوجي حتى لو ما تحتاجه لازم أنت تفهمه هو ما ما تحتاجه يعني شيء تأمبية أنت لازم فهمه حتى إذا فهمت رح تعرف إذا صارت المشكلة وين وشون تعرفت الداخل من ناحية الأمراض الباثولوجي تمام؟ رح تعرف شلون رح تداخل بحيث تحل المشكلة بشرط أنك تعرف الفيسيولوجي الصحيحة للعمل مع الجسم زيان المحاضرة بيها ثلاث مواضيع ثلاث سكشنز اللي رح نتكلم بيها على البلاتليت الصفحات الدموية وشلون تتكون الخثرة وشلون نمنعها وكذلك رح نحجي إذا أكو خثرة موجودة في الجسم شلون أحللها وهكما تلايتكس يعني شلون أحللها سواء كفيسيولوجيا يعني الجسم شلون هو يحللها أو أنا شلون أمطي أدوية وشلون الأدوية لأمطيها اللي ممكن أستفاد منها في عمليات التخثر أو تحليل الخثرة بالبداية أريد فت كم تفصيلة يعني نسالف عليها بالبداية حتى نعرف ندخل إلى الموضوع بصورة صحيحة أول شي رح طبعا رح نحتي إحنا أكثر حسا حاليا بالوقت الحالي هذا الجزء رح نحتي به عن البلاتليتس أوكي البلاتليتس اللي هي الصفحات الدموية بها فت كم تفصيلة يعني واحد ضروري إنها يخليها ببالة أول شي هي منه يكونها يكونها نقية العظم يكونها عن طريق خلايا تسمى الميغا كاريو سايتس تمام هاي الميغا كاريو سايتس هي في المجموعة من الخلايا الموجودة وين نقية العظم اللي هي تكون لك البلاتليتس اختصارها بي أل تي تمام زيان من الهرمون اللي ينظم عملية التكوين بحيث إذا قلن البلاتليس هو ينطي أمر الميغا كاريو سايتس يقيها زيدي إنتاج البلاتليس أريد بلاتليس أكثر هرمون يسمو التي بي أو اللي هو ثرومبوبويتين تمام هرمون الثرومبوبويتين هو هذا الهرمون المسؤول طبعا من يكونه يكونه الليبر وبعض الأعضاء الأخرى أورغانس بس بصورة أساسية اللي اختصارها طبعا تي أو بي اللي هو ثرومبوبويتين هاي أول معلومتين المفروض أنت تعرفها العدد الطبيعي أو العدد يعني بالحالة الطبيعية عند الإنسان كأفارج بيكون من 150 ألف إلى إلى تقريبا 450 ألف بالمايكرو على الليتر شبه هذا مايكرو لتر هذا العدد بالمايكرو لتر الواحد تمام بعد شغلة ثانية لازم نحكي عليها اللي هي الطول 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 من 7 إلى 10 تيام موجودة بالجسم وراها منو ياخذها أو المقبرة ما لتتعرفون مقبرة الدم الموجودة بالجسم اللي هو السبلين وفنخلي من معلومة بالنسبلين كل ما يزداد حجمه يعني كل ما يكون سبلين وميقالي كل ما عدد البلاد ليس رح يقل ليش لأن هو كل ما يعني انت حرفين تخيل مقبرة وجاي تكبرها فأكيد الموتى رح يكثرون بيها يعني حتى يعني بالحالات المرضية طبعا السبلين وميقالي بالحالات المرضية هاي الحالات المرضية إذا أكبر بها عدد البلاد ليس رح يقل يعني نسميها ثرومبوسايتوبينية تمام بعد شنو عدنا في التفصيل هاي هسا هناك أساسيات كلش قديمة يعني حتى بالسادة السيدة يمكن واحد يذكرها بصورة يعني هسا شوية رح نبدأ ندخل على التفصيل الجسم الجسم كتسح عاليا إذا ناخذ يعني رح نعتبرها كمئيزان بحيث هو هسا أريدك تغير أكو أفكار ببالك المفروض تتغير هسا الجسم لا هو يعني تحديدا ندم لا هو سائل دائما يعني شو نقول هو ليكود يعني ليكود كلش وشو نقول سايح ولا هو سولد الدم الدم هو يحافظ على هاي الحالتين شلون يحافظ عليها الله سبحانه وتعالى خلاغ لك فد موليكيولز بالجسم يسموها يعني شو نقول أنتي ثرومبوتك تمنع تكون الخفرة بحيث يظل هو شنو سائل بالدم وأكو بالتجاه الثاني عوامل هموليكيولز الله أمطك إياها نسميها برو ثرومبوتك هذا شنو لا ما يخلنا نسائل يبدي يتخثر الدم بحيث لا هاي هي دومينت أكثر يعني هي تشتغل والدم دائما متجلط أمية الإنسان ولا هاي دائما دم سائل ويصير نزيف دموي وكل سائل بحيث بس مثلا يقول لك دكتور أنا بس أصلي يعني بس أسجد رأسة الخشمي يصب دم اللي وهذا معناه دم كلش عنده متفعلات الأنتي ثرومبوتك زي لا الله منطك إياها بحيث هذا صير أكو اعتدال بيناتن لا هذا ينزل ولا هذا ينزل في حالة اتزان زي هذا كلام شون نقول هذا كلام هسه نظري خل شوية نرسم رسمات حتى نوضح الأفكار أكثر رح أخذ لك فدبلوت فيزل معين ونحاول نكبر عليه تمام يعني شون نقول نشوف شنو بداخله شنو يتكون حتى تكون يعني الفكرة واضحة تمام هسه هسه هاي الطبقة نسميه هاي طبقة الاندوثيليم تمام طبقة الاندوثيليم هي طبقة تغطي جميع بلوت فيزلز الموجودة بالجسم طبعا تكون أكو بين وحدة وحدة فتحة تعرفون هاي خاصية وتفرز كذلك مواد اللي هي هاي المفروض احنا ضروري هسه نحتاجها خلن نرسم النفذ خلية كبيرة اللي هي الصفحات الدموية بعد ما نجي نحجي على الصفحات الدموية هاي مثلا السائل بالأزرقس هي صفحة الدموية بيها هاي مكونات داخلة خنقول اكو هسا مثلا هنا اكو جرانيولز مثل تشيز يحتوي على كمية عالية من الكاليسيوم داخله بس ما يطلع الى الخارج مثلا ساعتب لازم البلاتليس لا موجود فقط وين داخل هاي الجرانيولز الكاليسيوم ما يطلع ليش ما يطلع لين اكو أشياء تمنعها يخرج هسه شوي شوي رح نبدي نفتهم هاذا طبقة البلاتليس او بيشي ولا اكو جرح ولا الى اخره يعني ما اكو جرح انا ولا شي مجرد طبيعي شو هسا هنا قاعد مثلا انت قاعد هي antithrombotic antithrombotic factors تمام هاي antithrombotic factors ذني من عن البلاتليس بانهصيح البلاتليس خواتها الباقيات الثانية ويظلني جمعا وتتكون هنا بشنو بالنتيجة النهائية خفرة زيان شو هاذا يصير هذا يصير طبعا احنا اخذناها بالmechanism of disease يعني القاري يعني حتى القاري اذا تتذكرة تتذكرة خير على خير ما تتذكرة راح نصرف عليه شوي يعني ما نتخذ التفاصيل بس شوي شوي اول شي اريد اخلي ببقى لك فد نقطة هاذا الطبقة الاندوثيليام هاي الانوية مالتي تفرز لك فد موليكول معين نطلق عليه اسم البروستا سايكلين تمام بروستا سايكلين هذا شنو شغلته مثلا البلاتلتس ويساعد في تحويل الATP بحيث تتحول الATP الى السايكلك AMP هذا السايكلك AMP يمنع يعني شي سوي inhibition بحيث من خروج الكاليسيوم الى الخارج لان الكاليسيوم اذا خرج خارج هاي اللي جرانيوض راح يمطي امر كأنه جاي يقول اكو خفرة ديش يقول لان هو هذا الكاليسيوم وهذا واحد متفق ويا الثاني يقول السايكلك AMP يقول اذا انا موجود انت ما مسموح لك تطلع ليش لانا الدم هالسحة طبيعية ما بي مشكلة لكن في اللحظة اللي يصير بيها انا ما تسمعني ما تشوفني موجود يمك اعرف ان اكو صارت خفرة فيجب ان الكاليسيوم يخرج الى الخارج ويبدأ بعمليات التخفر هسا فيهم نحن عدنا بروستا سايكلين هذا البروستا سايكلين شي سوي يروح لل ATP يحول الى سايكلك AMP ومثل ما اتفقنا سايكلك AMP هو يمنع خروج الكاليسيوم زيان اذا مثلا نفرضنا صارفة جرح معين منو يفلش السايكلك AMP نسمي استريز سايكلك AMP استريز اللي هو شي سوي شي نقول مثلا سايكلك AMP استريز هذا شي سوي شون نقول بمعنى ان شغلته انهبش يسوي للسايكلك AMP واذا بعد ما اكو سايكلك AMP معنى شنو هاي تتحول من صالب الى موجب ورح يخرج الكاليسيوم وتبدأ عمليات التخفر بعد الله بس منطك هاي الشغلة حتى لا الانسان يعني دائما ظروف مختلفة فلازم أكو بعد أكو أشياء أخرى أكو فالموليكول تفتر هالشي بالدم تمام هاي الموليكول لقيقة ديش ما جاء يرسم المهم مثل المثلث هسا صديق جدي هاي هذا مثلث هذا المثلث رح أسميه يا فد اسم نسمي هيبارين like molecule يعني فد موليكول يشبه يشبه الهيبارين موجود هذا يفتر بالدم تمام هذا شنو يسوي هذا الهيبارين بما انه شكله مثلث فينتظر فد شي يتركب عليه فد موليكول ثاني تيجي تتركب عليه خلنا نفرضها تشبه الترتيب شوف هذا يجي يتركب عليه هذا شنو هذا الهيبارين باللون الاحمر اللي انا رسمته هذا اللي رسمته انا باللون الاحمر يسمونه antithrombin يعني فالشي يمنع تكون الخطرة نسميه anti هذا البل الاحمر anti anti thrombin تمام ها اعتقده وارحة هسه عندك فد شي يسموه هبارين like molecule يجي فد شي anti thrombin بعد يحتاج فد شي هم يتركب فوقه تخيير شوف التفصيل الرباني ان فد شي بعد ثالث هجي تقريبا يكون هم شكله بهالطريقة احفظ شكله هذا هجي صاير مثل النقطة وبتركيب هذا يعني نسمي lithrombin تمام هذا نسمي lithrombin هذا lithrombin هو اللي يسوي الخطرة ايجي رتبط ويا شنو ويا انتي thrombin وعندك منا هبارين فش رح يصير ذننا كلهن كتركيب نهائي رح يطفن الفاكترات اللي يسوي لك الخطرة يا فاكترات بالتحديد نقدر نقول عليهن فاكترات انهي بشن يعني الفاكتر تسعة وفاكتر عشرة احنا اذا طفن الفاكترات معنا شنو ما رح تتكون عندك خطرة بعد فالشغلة الثانية المفروض خليها ببالك عدنا بالهاي الاندوثيليوم فالتركيب تقريبا بهالطريقة يكون هتشي مثلا خلنا رسمي شوفها هتشي صاير هذا شنو نسميه تشو فاكتر تمام تشو فاكتر انهيبتر هذا شنو يفرز مكونات بحيشنو تمنع فاكترات همنا في السن يطفوين يا فاكترات مثلا فاكتر مثلا سبع الاكتيفيتد وعدنا بعد شنو عدنا بعد فاد خلنا رسميه هنا فاد موليكيول عدنا هنا رسبتر تمام هيتشي صاير هل شكلي هذا الرسبتر شنو نسميه هذا الرسبتر نسميه ثرومبين رسبتر تذكر ثرومبين منو حتنا عليه هذا نفس الثرومبين هذا البلازرق وأكو بصفة يصير أكو هم شو نقول فاشي يش بالرسبتر نسميه هنا نسميه شوف بيهمي هل هي جطال ساحتة ينتظر شي نسميه ثرومبوديولين ثرومبو ثرومبو ديولين تمام هذا النشنو يجي بما أنه اسمه ثرومبوديولين وهناه ثرومبين راح يجي يرتبط به المنو هذا اسمه ثرومبين رسبتر راح يجي هذا نفس رسمناه هذا نفسه بالضبط نجيبه راح يجي يرتبط وياهن يرتبط سواء هنا أو يرتبط بها الطريقة يرتبط من راح يجي هنا راح يطفي لك الفاكترات من يا فاكترات مثلا فاكتر مثلا الخامس الفاكتر الثامن تمام ويفعل لك اكوفد سيستم نسميه فايبرو فايبرو فايبرون لايسيس اللي هو اذا اكو خثرة هم يطفيها فشوف انت الجسم طبعا هاي حتيناها بصورة يعني مو كلش مفصلة يعني عن نص هسا هاي الصورة اللي هو الجسم هنا يحافظ انه كون ما اكو خثرة نريد الدم هسا حالة بالحالة تقريبا لا سائلة ما يكو في اي خثرة عدنا فاديقنا في شي نسمي برو سايكلين اللي هو يحول الى ومثلا ما اتفقنا هذا يمنع خروج الكالسيوم حتى لاسل الخثرة وعندك هنا هاي بارين لايك موليكيول يرتبط ويأنت ثرومبين ويجي لي ثرومبين يطفي لك فاكترات مثلا التسعة وعشر وعندك فاكتر يطفي مثلا فاكتر السابع اي الاكتفيت يعني عندك مثلا ثرومبين ريسيبتر يرتبط وإلى آخره من التفاصيل اللي صير بحيث شو نقول تحافظ على الجسم ما تتكون بخفرة هسا انت إذا مشيت يا بهال تفاصيل وفهمتها رح نعرف رح نجيب الرسم تمام ورح نفرض بحيث يصير لطبقة الاندوثيليا تمام فشو رح نسوي رح نسوي كل آتي نطف هاي شي هاي شي هاي حاليا رح نشيل لذلك ما نحتاج يعني هس حاليا نحن فهمنا عن بعد هنطف ونفرض رح يصير عندنا فد جرح نفرض هنا رح يصير عندنا فد جرح بهذا المكان تمام طبعا المفروض تعرفون وإذا ما يعرفون مو يعني مشكلة تعرفون هس جوا طبقة الاندوثيليا مش طبقة يسموه الكولاجين تمام هنرسمها طبقة الكولاجين هنا أنا موجود كولاجين من رح يصير عندك فد كسر معين هاي انفتحها صارت يعني فد انجري معين أي شي يعني المهم فصار فد مشكلة هنا فالدم يبدأ هنا شنو رح يبدأ يخرج يبدأ إلى الخارج فلازم الجسم شي يسوي لازم يكون الخفرة يمنع يمنع شنو يمنع خروج الدم شي إذا نحن ننزف هاي نسميه مثلا هاي ريسبترات اثنين نعم نخلي نهات واحد يعني بالمكان ما تجرح هذن شي نسميه فون ويل براند ريسبتر تمام هذن ريسبترات فون ويل براند ريسبتر نسيت شنو الحرف الثاني المهم ويل براند ريسبتر المهم تكدو شنو اسم المهم عرفتو فون ويل براند ريسبتر هذن شي شغلة بمعنى خرجا مو يجي هسا الدم محتويات من جملة المحتويات الموجودة بال يعني الدم لبلادلتس فانتجي لبلادلتس هسا نفسي رح أرسم لك هنان رح تجي رح تجلب هذا المتكون تتجلب عن طريق فد ريسبتر تمام هذا ريسبتر رح نطلق عليها تسمية غلايكو بروتين هاي جي بي يعني اختصار غلايكو بروتين 1 بي تمام هذا هو اسم الرسبتر اللي رح يرتبط وياما يرتبط ويه فاكتر تمام فمن ارتبط بيهن شرح يصير رح اوش شون كأنه البلادلتس هسا رح تبدي تثبت رح تبدي تدفع هسا الشغل رح يبدي التفعيل اللي هو اذا عندك مشكلة برسبتر وما ارتبط بها يظهر عندك مرض فاكتر المهم هذا بعيد هسا عاليا نحن 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 فالمهم هذا رح يرتبط بي كنتيجة هذا الارتباط وكنتيجة هنرسم من البي خير شوي اكبر كنتيجة لهذا الارتباط بعد هاي اللي حتشينا عليها بالبداية اللي حظا ما يصير خفرة بعد نص طار فاش رح يصير رح يصير ان تذكرون عدنا فالدقرانيو اللي هنا موجودة تحتوي على كالس كالسيوم موجودة بثنية فبعد ما اكو شي اسم سايكلي كالسيوم الى الخارج فمن يخرج الكالسيوم الى الخارج هاي نقطة الاولى شوف هنا اكو كالسيوم اكو كالسيوم اكو كالسيوم فالنقطة ثانية رح يصير مهمة اللي هي شنو رح يجي فد يعني فد مكون من يعني من الدم عن طريق اكو شي نسمي argonic acid رح يتحول الى فد مكون اخر نسمي brostaglandine 2 هذا التحول brostaglandine رح تقدي الى خروج فد مكون نسمي TXA2 اللي هو thrombocxone A2 هذا من عوامل كأنه يصرخ يصيح تعالوا تلاحقوا فصال لدينا نزيف نريد تكون خفرة ف كنتيجة لهاي الشغلة وهذا المحتويات الارغونيك acid يتحول الى brostaglandine 2 ثم خرج الى بوز TXA2 زين شون يتحول عن طريق هنا فد اكو هنا فد موليكيول هو يساعد يتحول نسمي coex 1 اللي هو cyclo oxygenase 1 تمام هذا ضروري تخلي ببالك تمام رح تبدي تظهر فد رسبترات على السطح الخارجي كاستجابة لها وقلنا ظل يصرخ رح يطلع رسبتر جديد هذا رسبتر رح نسمي glycoprotein 2 تمام 2 B 1 3 A ورح يطلع هم فد رسبتر الثاني مننا شكل آخر هم رح يطلع لك رسبتر نسمي هذا بعد رسبتر نسمي P2 Y 12 تمام صارت كم رسبتر هذا ارتبط عن طريق رسبتر مال بلاتلس نسمي glycoprotein 1 B وظهر فد ثاني نسمي glycoprotein 2 B 3 A وهنا نفد عندك A A P Y 12 هذا رح يجي شي يجي يرتبط فد مادة نسميها ADB تمام ويجي هذا طبعا عندك بلاتلس ثانية هم تفتر ونفس القضية جايصر هم بها نفس هذا الفاكتر رح يرتبط حتى يتلزق بلاتلس بصف بلاتلس عن طريق مكون هذا مكون نسمي الفايبرونجين الفايبرونجين اللي هو رح يساعد هاي البلاتلس ترتبط ويا هاي البلاتلس بصف وصار التساغ طوي فهس مثل في عهم من صار ادنى كسر صار اكو ريسبتر glycoprotein واحد بي اتبط مع نفس الوقت الكالوسون بدأ يطلع وبدأ يتحول الارغونيك اسد الى بروستا غلاندين عن طريق هذا الانزيم كوكس واحد وخرج الى فرومباكسون اي تو هذا رح يصرخ يصيح الجماعة يوم صار عدنا حريق او صار عدنا نزيث فرح يظهر عندك ريسبتر نسمي P2Y12 وكذلك GB2B و3A هذا رح يربط غلايكو بروتين ويا بلاتلس ويا بلاتلس ويا بلاتلس حتى تصير خفرة متكونة وهذا رح يجيب ADP رتبطا وهذا الADP رح يفيد بعوامل داخلية مع بلاتلس وهمية تتكون خفرة فهذه الفكرة الاساسية كلها اللي هي على مستوى بلاتلس هس او كمثلا في الشخص اللي يساوي دوها اقل لك صارت ادنى هاي الخفرة مرات احنا ما نريد تتكون خفرة خايفين هذا المريض كلش حال تتعبان او عند احتمال يصر عند جلطة او هو صار عند جلطة ونخاف يصر عند جلطة مرة ثانية اريد انطي ادوية تشتغل على البلاتلس بحيث ما تأدي الى تكون بعد خفرة شنو الانطي ممكن يعني فد واضح هي تقريبا هذا الرسبتر احنا مقلنا اذا اي دي بي ارتبطوا يا هذا رح يأدي هم تكون خذرة فانا انطي فد ادوية تطفي هذا الرسبتر بيتو وي 12 تمام فهاي اول طريقة هاي اول طريقة ممكن انا انطيها بها طريقة ثانية تذكر هنا نشحي انا قلنا هذا الارغونيك اسنج يتحول الى البروستغلاندين 2 هنا بيتحول الى TXI اليواذ رح يخبصنا اليوخل الهايروسابترات كلها تطلع زين هذا شنسوي نحاول ننسكت نحاول ننسكت شون بالله نطفي هذا لا ما نستفاد نطفي هذا لا ما نستفاد اروح للمشكلة الاساسية هذا ارغونيك اسنج جاي يتحول منو جاي حول هذا الانزيم كوكس واحد اجي هذا هاي المشكلة هاي انطي ادوية على هذا يشتغل وممكن بعد انطي فد ادوية تشتغل على هذا حتى ما اخلي وحدة ترتبط وحدة عن طريق الفيبروجين هاي ممكن انطي هاي صارت عندي ثلاث ادوية ممكن انا استفاد منها انطي هاللمريض مالتي اما تشتغل على هذا الريسبتر او تشتغل على هذا الانزيم او هذا الريسبتر وضحت الفكرة اعتقد يعني رادلها بعد صارت صعبة صعبة عفو فواضح طبعا من الادوية تشتغل على هذا الانزيم واحد وكل مشهور ونعرف ودنيا كنت تعرف اللي هو الاسبريم تبقى نحن 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 بوقع الادوية ها رح نبدأ سحنة بالاسبريم لاناسر واحد وصغير طبعا شوف هاي هنا الرسمة ما بتقلي مدو شنو المعقدة شوف هنا نفد رسمة احلى شوف من صار هنا نفد خثرة رح تجي البلات لاسترتبط بمكان الانجري كما حتين فرح تتفعل تي اكس اي تولي هذا ظل يصرخ ورح تجي الادب فمن ذلك يجي شنو رح يدي اظهر الرسبترات اللي هو هذا الرسبترات ظل يربط بلاتس وي بلاتس عن طريق الفايبروجين تمام وصار اكورتيبات بيناتين فإحنا إذا نريد نطفي القضية الارغونيك أسيد احنا متفغنا يسوي هذا اللي ظل يصرخ قلنا رح ننطي اسبرين يعني الانهيبتر للانزيم اللي هو كوكس واحد وممكن احنا رسبتر قلنا علي P2 Y12 اللي هو يرتبط بالADV هذا ممكن أنطي أدوية طفي مثل تيكو بلودين و غلوبي دو وعدنا مثلا هاي رسبترات اللي هنجاي خلان يرتبط مثلا ابيكسيماب هم ممكن نطي طبعا هاي هنجل هنجل بس أمثلة بسيطة لسهن ناخذ كمثلة آخر يعني حتى الدوغ دمجنا كل شي يعني بجدوة اللي بيه كل التفاصيل اللي نحتاج تمام بالبداية مثل ما اتفقنا عندنا انزيم هاي الحجين علي الكوكس واحد انهيبتر طبعا هاي 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 يعني شنو اذا انطيت المريض بعد هنا يعني ما كو مجال غصب علي يطفي هذا الانزيم وبعد ما يشتغل فهذا المثال الاول يعني مكانزم اوف اكشن يمتد انطية مثلا طبعا هو يعني اذا تروح للمصادر هاي الكلام انا كله خابيط هذا يعني احترام اكو كلام اكثر علمية اذا تريد باعون لبنكوت او كتاب دكتور عبد المتعال او باعون مصدر هاريسون او وين يحب كابلان الاخري يعني اكو كلام اكثر دقة بس احنا بما ان الطلاب تحب تمشي على دكاترا فاخذ انا موجود عد دكاترا زين هنكمل اي وقلنا الاندكيشن يمتطي الاسبرين تنطي مثلا يعني انت هذا مريضك مهدد هو ما صار عنده جلطة بس ممكن نصر عنده جلطة فانطي جلطة تمام وممكن تنطي secondary prevention اذا هو صار عنده يعني مو مجرد الامي سي ممكن عدة امراض صار بجلطة ونخاف يصير ركرنس اليها فاحنا هم ننطي يعني خصوصا الاشخاص عندهم مثلا اما صارت الطبيبي اخذ الاسبرين يعني شو نقول بعد دوم تاخذ يعني شو نمد الحياتي ليش لين احنا نخاف او secondary prevention خاف الصرعة نفج جلطة ثانية فهو حلو يعني واشتغل بس على هذا الانزيم يعني فحلو اشقد ننطي الدوز او ملاحظة عليها اما الدوز هو طبعا بس نحطين دوز يعني 100 إلى 300 مليغرام تاخذ يومية وكلما يعني عجرعة لياخذ المريض اقل كلما احسن اكيد يعني وشوي مزعج ليش مزعج الادفرس افكت مالتا الاي اي انه ممكن يسبب لك بليدن طبعا الاسبرين يسبب بليدن طبعا وحتى يسبب تقرحات ويسبب صعوبة بالتنفس وكذلك انجوئدم انجوئدم شنو دراكشن يعني شنو اذا انطيت وياد ويسبب مشكلة ما خليهم علي ملاحظة زين الادب ريسبتر انهيبيتر هذا الرسمت لك هذا الادب ريسبتر هذا بي 2 وي 12 وهذا راح نحك علي هذا شنو امثلة يعني هو المنطيق عليها مثلا تيكوبلدين او الكروب ديغرول وال براس غرول والتيكو وعندك الكانغريل الوحيد اللي هو هذا ينوخذ براينترال يعني هذا ينوخذ يعني هذا انهي يشتغل على الادب ريسبتر يمت تنطي بالاسبرين يعني مرات المريض احنا ما نقدر ننطي يعني شو نقول يعني مثلا نفرض هو المريض عند مشاكل بالألسر أو عند أسما يعني عند مشاكل ما نقدر ننطي أسبرين فالخيار الثاني ننطي هذا P2Y 12 inhibitors تمام وممكن هميا نستملك كالsecondary prevention فالملاحظة نوتس يعني طبعا هاي بس الدوز هنا يقول لك بالنسبة الى كانغريل والبراسغريل والتيكغريل كل هنذن سريعات للمريض رأسة يشتغلان يعني أكثر وتذكرون شو قلنا يعني جرعة إذا واحد البوتينت ما تكلش قليلة يعني ننطي جرع كل شوية يبدي استجاب فذلنا البوتينت سيمالة أحسن وأسرع لو كانغريل وبرسغريل والتيكغريل زين أكثر من منه نسبة إلى منه لوبيدرول والتيك البلدين طبعا هنذن همين يعتبرين برودراك برودراك شنو يعني من ضد الدواء ننطي إحنا بحالة الانكتف يعني ما فعال من يروح للكبد الكبد يفعله تمام الكبد يفعله فهاي الحالة نسميه برودراك تمام ما عادة طبعا التيكغريل اللي هو يعتبر شوي والكانغريل لا ذنمو برودراك زين شنو ممكن يسبب لك مشاكل ممكن يسبب لك بليدنك بحالة يعني من ضد التيكغريل والأسبرين إذا طيد ذول السوى يسبب لك بليدنك وأكو واحد اللي هو تيكغريل نفسه يعني ممكن يسبب لك chest tightness يعني المريض يقول لك عندي خنقة ما جاي قدر تنفس كأنه ذاب لي صخرة على قلبي وعندك إذا مشاكل باله على مستوى الدموي فتيكو بلدين وdrug interaction اللي هو يعني لا تسويها يعني لا تطيوية الدوية ثانية مثل منه تذكرون هذا الأنزيم CYP 450 تذكرون بس هذا قلنا إحنا شنو بعدة أنواع يعني أدت شو نقول نظار لواحد النظار هذا مالتتوسيت 19 polymorphism وكذلك لا تطيوية البروتون باب inhibitors اللي هي مال مرات هذا المريض عنده حرقة شوي وصر عنده أسديتي عالية بالمعدة فمثلا سيميتيدين يعني يعني لا تطيوية سيميتيدين ويا كلوب ديكرون ممكن يسبب لك مشاكل بالنسبة إلى ال دايب درامول اللي هو يشتغل على CAMP ستريز انهبيتر يعني شنو تذكرون ناسو الفتي قلنا شنو وين والله بيتلك هذا CAMP ستريز هذا شنو قلتلك بحالة إذا صارت خفرة هذا يجي يكسر CAMP حيث يتحول إلى موجب ويظل يطلع الكاليسيوم إحنا ما نريد نسوي خفرة قلنا هو إحنا هدفنا كلنا نمنع الخفرة فشنو نجي نجيب في الدواء يسوي يطفي هذا بحيث CAMP يظل موجود اللي هو مثلا بدرامول اللي هو شوف انهيبيتر يعني هل هو شنو قل جاي يكتب لك تروك كورونا فازو دائريتر يعني هذا بالعكس حلو يعني يفيد يوسع الشرائن التاجية مع القلب وكذلك هو بلاتلت انهيبيتر صوت موجود لو تالي ماركو صوت وكذلك هو عندك اندكيشن يمت تطيها يعني secondary prevention stroke ممكن تستعمله ويا الاسبرين شوف الفرق هنا فوقها ما تطيه ويا الاسبرين او اذا اسبرين ما تقدر تنطيف تطيها الادوية هذا يقيل لك ممكن تستفاد منه حتى ويا الاسبرين خصوصا بالسطروك حالة السطروك يمتى ما يصير تستعمله طبعا نوتسي على الملاحظة ما يصير تطيب بالأكيوت coronary syndrome تمام يسبب لك حالة ستيل في نومنا ما شرحت يعني حتى ما اخرج خارج المحاضرة بالنسبة ال adverse effect يسبب لك bleeding هنا اكثرة تمكن ممكن يسبب لك high potential خفاض بالضغط وتستطيع تأخذها منه vasodilator هو انت يتوسع الشريان يصير اندي خفاض بالضغط ممكن هدك يسبب لك هدك الم بالرأس زين عدنا فدو نسمي كلسترزول هذا كلسترزول شنو هذا عدنا فشي نسمي phosphodiesterase type 3 هذا يشجع تكوين الخثرة فهذا شنو يسوي inhibitor هذا النظيم همين هو vasodilator و platelet inhibitor هذا يمكن استعمله لعدهم عرج intermittent cloudication اللي هو تقدرون تشوفون عليها كيس موجود أول كيس كيس رقم واحد في workbook small group session واحد تمام أول إذا هم ما تذكر هم طالبين شنو ننطيد هو أعتقد من طالبين ما أعلم المهم هذا في المثال عليه اللي هو ننطي cluster result ما يصير تستعمله يا جماعة الheart failure لأن أن هو vasodilator و رح يسوي لك flood overload فممكن يصير قدمه وتأي تعب القلب يسبب لك ألم بالرأس جي آي تي ديارية أبدومنال باين ممكن يسبب لك ممكن حتى يسبب لك ديسبيبسية تمام وعدنا بعد هذا أخير شي اللي هو glycoprotein 2B وتلافئ A inhibitor اللي هو هذا اللي هو يخليه الموحدة تتكتل بصف الثانية نريد المنعه حنا فالمنعه بالطريقة هاي ننطي أدوية الأشهر هن Epsimab و Abitifibrated وتيروفبان المهمان يعني الأسماء غلسوا عاديها يعني عندي ذا مشكلة مثل ما اتفقنا هو glycoprotein inhibitor يمتى تستعمل بجماعة الأكيوت كورني سينروم والPCI يعني من تسوي الPCI اللي هو هاي قسطرة فيقل لك تقدر تستعمل شوف يعني هنا الفرق شوف هنا لازم تتربط احنا قلنا بالدايبرومدمول اللي هو ما يصير تطي انت بوية الأكيوت كورني سينروم لعد اقدر انطي منوية جماعة الأكيوت كورني سينروم تقدر تنطي يعني هاي أبكسيماب مثلا اللي هاي العائلة مالتهم ملاحظات اخرى اللي هي نوتس يعني لازم يكون في حالة يعني ينبز و يعني يعني يقل لك ما يصير تنطي للأشخاص اللي عندهم كورني سينروم وما مساوين بي سي اي احنا شوف ذكرنا لازم اثنين نازل فإذا ما مساوين بي سي اي عوف لا تبطي هاذا الاميكسيماب تحديدا يعني ممكن يسبب لك بليدنك تمام تمام هاي الملاحظات كن هن ذكرنا هن موجودات تقدر شوف يعني تمام هاذا هنا قلنا دراكشن ما مذكور اعتقد هاي بيوروفين ما يستطيع تستعملها وهاي نانا كن هن الذكره تمام نجي خلصنا هسه بالنسبة على مستوى البلاتلس بالنسبة على مستوى الانتيكواجلين فالسهلة ما راح تخللك بالتفصيل تعرفون احنا عدنا طريق تكون القثر عدنا فاكترات فاكتر واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة مثلا عشرة دي هو اهم واحد وعندك اويا حتى تصير عندنا خفرة عدنا طريقين نسميه انترانسيك باثوي واكسترانسيك باثوي اشهر الفاكترات اللي يشتغلن على الانترانسيك فاكتر اللي هن اثنعش واهدعش وتسعة هذن هذا يفعل هذا وهذا يفعل هذا واخر شي يفعلون منه يفعلون الفاكتر اللي عفو يا فاكتر ايه هو فاكتر عشرة اكس بالنسبة اذا اكسترانسيك باثوي طبعا هذا يشتغل هذا يشتغل اذا صار انجري معين بس انجري خارجية مشكلة خارجية يشتغل هذا الطريق واذا مشكلة داخلية يشتغل هذا الطريق اكثر اثنين يشتغلن بالاكسترانسيك اللي هو السابع والثالث هذا يفعل هذا وهذا رح تالي بالنهاية يفعلها مثل هذا يعني بالنهاية كلهن يفعلن هذا الطريق شوف اركز يفعلن كلهن يستهن يفعلن فاكتر عشرة زين فاكتر عشرة رح يروح يشغل فاكتر اثنين اللي هو اسم الثاني بدلا ما تقول فاكتر اثنين تقدر تقول بروثرومبين هذا شي شغلته هذا شغلته اكو بدهم شي اسمه تذكرون هذا يربط بلاتلس ويا بلاتلس ساعتوني حيشين هاللحظة يعني لا تقولوني ما تذكرونه طيب ستوني حيش هذا فاكتر عشرة مو يرتبط واحدة والثانية شي سوي هذا يحوله عن طريق فاكتر اثنين يتحول الى فايبرين اللي هي تتكون الميش اللي هي الصور يخثره تشكلشي كبيرة حتى تبدي تتكون الخثرة اللي هو شنو هدفهم اصلا خثرة فإحنا انتي كواجلينت هس إذا أقل لك إحنا ريضا نسوي انتي كواجلينت شلون نطفي شنو هس انت برأيك يعني فالمثلا نقول صيدلاني أو فالشخص يدي صنع دوة بصورة مباشرة يعني حتى بدون ما تدخل بالتفاصيل تقول أكثر شي احنا ريضا نطفي هذا الفاكتر أو مثلا نطفي هذا الفاكتر هنه ذنى الثنين كلش مهمات اللي هنه ودن الى تكون شنو الى تكوين خثرة زين اللي هي الفايبرين هاي ما عليك بالكلام هاي بعدها غير هنا قصدنا ورا ما تكون تخذ ربعا احنا لازم الجسم شنو يشيلنا كافي فهذا السيستم هان سمع ليك احنا هسا اللي هنه جاي نحصل الحد الفايبرين الحد الفايبرين فأحنا أكثر شي راح نشتغل على أدوية تشتغل على فاكتر عشرة ونشتغل على أدوية تشتغل على فاكتر اثنين اللي هو اسم بروثرومبي طبعا اكوش يشتغلن على الغالبية من الأدوية اريد اخلي فاتشغلة تخليها ببارك طبعا بدأ هما يشتغلون بدأ ويشتغلون فاكترات على الاكسترينسيك باثوي انترينسيك وفاكتر مدر عشرة يعني هم بدأوا يعني يشتغلون بش انو ما كانت كلش تذكرون بالمحاضرة قلنا عدنا سبيسيفيك درك وسيلكتف درك ذلنا كلش دقيقات وبعدنا جاي نشتغل عليها فشانت بعدهم ما مكونيها فيشتغلون على فاكترات وشانت تصير عندنا مشاكل على مستوى الجسم بحيث ياخذ الدوة وصير أوراها أكثر من الدوة ماته فهس مؤخرا بدأت تظهر فاد أدوية بحيث تكون كلش سبيسيفيك على هذا فاكتر عشرة يعني وانا شنو شغلت اذا طفيت فاكتر عشرة بعد ما رح تتكون عندي خذرة أنا جاي نشتغل شنو أدوية تمنع تكون الخذرة أنا هاي محاضرة كلها أمنع الخذرة فهاي أكو أدوية جديد بالجديد بتتقضي هذا الفاكتر بس طفيت بعدها هنتيت ماكو هذا كلها ما يتكون أو مثلا فاكترات يشتغل بس على هذا فهاي شوي الأدوية كلش غالية بس حاليا بدأت توصل فنجي إلى شوف هاي الفكرة هنا نفسها انترنسك ويسترنسك يعني هاي الرسمة فمن الأدوية اللي راح نستعملهن عدنا أدوية يعني فد شو نقول اثنين أدوية عدنا فد أدوية نسميها الهيبارين وعدنا أدوية نسميها الوورفرين تمام هذا عنده شغلة يسوية وهذا عنده شغلة يسوية الوورفرين راح يشتغل على مكانزم معينة والهيبارين راح يشتغل على شغلة أخرى تذكرون سولفنا على فالشي نسمي antithrombin نرجع إلى قلنا بالحالة الطبيعية راح نرجع أول شي قلت لك فالشي نسمي antithrombin هذا شوفه هذا شغلته شنو قلنا يمنع تكون الخطر ويحافظ على الدم في حالة شنو طبيعية اش قالوا قالوا راح نسوي أدوية تخلي هذا يشتغل أكثر نسوي له ببوزتف يعني يعني نقله يشتغل أكثر أستاذ أكثر أكثر فإحنا من راح نشتغل على هاي الطريقة شو راح نسوي راح نشجعه بحيذ يكون يطفي antithrombin يعني يعني يسوي antithrombin فبالتالي يعني ما تتكون عندي خطرة هذا الطريقة الأول الطريقة الثانية على مستوى warfarin هذا نحكي عليها سمي نوصل warfarin خلينا نحكي سوي شي على الهيبارين الهيبارين خنرجع على صورتنا الهيبارين أو اسمه الثاني نسمي unfractured هيبارين شون الميكانيزم of action شون يشتغل شي يسوي يروح للأكشن antithrombin قلت لك انساعد increase action of antithrombin فإذا اشتغل قلنا بعد راح يحافظ على المقدم يمنع الخطرة يمنع تستعمله مثلا دي فيان ثرمبوسيس شخص عندك رساس الجلطات برجلية pulmonary embolism وممكن نستعمله بروفيلاكسيس لأكيوت كوريني سينروم إذا شخص يعني نحمي من الأكيوت كوريني سينروم ممكن نستعمله أو كذلك نماعة ACS وكذلك نستعمله في حالة البرغلانسي هالبرغلانسي كلش مهمة راح نحكي عليها تفصيلة إن شاء الله سبعا شوي كلش مهمة تخلوها بالكم حتى لو ما مذكرنا بالمحاضرة راح ندقيق عليها لها هذه حالة مريض مهم المهم شلون تطيق تطيق أبرا ومن تطيق أبرا هو كل السريع ABTT وشينو ATT عدنا الانترنسيك باثوي أنا شون هنا شنو شغلتين وهذا يفعل هذا يفعل هذا يعني شنو جاي يخذن زمن تايم حد ما يوصل إلى فاكتر عشرة فهذا الزمن اللي يخذن نشغيت مقلسة عن طريق APT اكتذ Partial Pro-thromb ثرمبوسايتين ممكن اتشي شي اسمه وهذا تايم ما تنحسب عن طريق PT تمام فهذا معنى شنو ABTT فالAPTT هو نستعمل الهيبارين أو كذلك الاي سي تي ممكن شنو يسبب لك الهيبارين من دلطي يسبب ممكن بليدنج تمام وممكن يسبب لك انافليكسس اللي هو يعني فد شون حساسية وهيبارين انديوست ثرمبوسايتبيني يعني المريض بسبب الهيبارين وهي كلش حالة مهمة انه يصير عنده انخفاض بعدد البلاتليتس اللي هو هذا الهيبارين البلاتليتس منيقل عدد الهيب نسميها ثرمبوسايتبيني وهيصير بسبب عدة اسباء منه بسبب انفكشن يعني اكو امراض بكتري فيروس وممكن تكون عن طريق الهيبارين وبعض اسباب احنا هذا هسا جاي نحجي فكلش لازم تنتبع عليه وممكن عن طريق الاستي بروسس او العفو اللي سوي لك الاستي بروسس هي شاشة العظام فلازم تنتبع لك باري العمر منططيهم ممكن تزيد المشكلة هك تمام الهيبارين منظر لو يستعملون على مدى طويل شافوا بدأت تظهر عنده مشاكل وهذا شفيتها قدامك من غير هواي بعدها احنا الالفرسف اكتفا رد نحجيين لكل دولة ما يخلصن فلهذا شو سوينا قالوا الهيبارين شكله طبعا هاتش يعني اذا تكبر سوي لك سلايد وتباوع علامة دام وتباوع للهيبارين هل باللون الأحمر فرح تشوف هاتشي شكله صاير وحدة كبيرة وحدة صغيرة وحدة كبيرة وحدة أصغر وحدة أصغر وحدة مكسرة المهم هذا يعني مزعج صراحة ويشتغل على اكثر من فاكتر تمام يشتغل على هواي فاكترات ويلعب نفسك يتعبك يعني العفو يشتغل عن ثرومبون وهي السوالف لا أموليكي تمام فقالوا شنو قالوا وش راح نسوي راح نسوي فد يعني طبعا غالي كلش قالوا ورح نسوي نفد سايا من نفس الرسم راح نرسمها يعني كأنك جيتوا باوا الهيبارين هالمرة شنو راح يكون متناسق بالحجم فمن التناسق الهيبارين بالحجم شوية صار أحسن قلت بدا ننتفع منه أكثر لاستجابك بعد صارت أسرع والمريض يشاف أسرع والإذا هي حامل يعني ما تضر كلش أعراض الهوائي فهذا سووا من أمثله الانوكسو بارين والدلتا بارين كلهن يتين بارين اينو دلتا تينزا بارين تمام ذهننا كلهن شي سووا قلت لك كلش حذرات فيروحن على فاكتر عشرة شوف يعني كلش حذرات بحيث يروحن على الفاكتر عشرة اللي هو أبو المشكلة هذا اللي نريد إحنا نحل بي مشكلتنا هذا فشتغل عليه شوف يشتغل حالة حال يعني حتى الاندكيشن حالة حال الهيبارين وشو ننطيع عبارة انجكشن سبكوتينيوس تكون تحته جلده تمام تختلف عن هذا وهم رابط مثل ما قلت لك وشوف حتى استجابة للمريض احنا نقدر نتوقع حاليا هو يشتغل على فش واحد وطبعا مونيترينك أنا أصطع حتى ما أحتاج يعني أضل أحسب للمريض ما عادة بالبريغنانسي يعني شوية حال حساسة كذلك جماعة عدو مشاكل بالكلا والسمان تمام الادفرس إفكت نفس تقريبا بس قلت منها يعني بليدين منها أجائتي بس كانت الانسيدس أقل إذا هنا نصر بكلمة مريض فد من كلمة مريض هذا بالنسبة إلى الهيبارين إجانا في الدواء ثاني قالوا اسمها شنسمي الورفرين الورفرين شوية يشتغل تعرف إحنا عدنا بالجسم شنو معلومة قوية راح نطيك عدنا الجسم كبد الكبد شي سوي يكذل فيتامين كي يحول إلى فيتامين هو هم فيتامين كي أبروكسي دي سمده شنو اسمه لقيقة يحول من حالة فيتامين كي اللي هو مختزل يحول إلى أبوكسايد تمام شنو الهدف من هاي التحويل نحاول نكون الفاكترات الف وتسعمية واثنين وسبعين يعني فاكتر عشرة فاكتر تسعة فاكتر سبعة وفاكتر ثنين اللي هو بروثروم بين تذكرون أعتقد فمن يتحول هذا الفايتامين كي رح تقل نسبة بالدم فاش رح يسوي الكبد عنده فد انزيم يسمي فيتامين كي إبوكسايد هذا نفس اللي اسم جيبه ريدكتيز لهذا صار اسمه هذا رديوست تمام هذا هو شغل شي سوي الفاورفارين يجي يطفي هذا الانزيم فانت اذا طفيت هذا الانزيم بعد رح تقل كمية فيتامين كي ريديوست وتقل هاي عدد الفاكترات فبالتالي اذا انت ما عندك فاكترات رح تصير خفرة لا التاني حبينا المريض تمام هاي شغلة الفاورفارين فهو فيتامين كي إبوكسايد ريدكتيز انهيبتار بين قوسين يطفن الانزيم ونستعمل نفس دقريبا القوانا هم نون فالفولار أتريال فبريليشن ميكانيكال هارد فاوز وهي السؤال شلون تطي ممكن فموي واستجاوة عديدة شلون تطقيسه بالبيتي يختلف عن هذا بس هذا بيتي تمام وممكن تستعمل الانر فيتامين كي ممكن يقل أكيد FFP PCC Purple Toy Sondrom اللي هو هذا ممكن على مستوى اللي ياخذ الدول تلاحظ أصابيع السر شوي بنفسجية أو حتى المريض إذا حامل هي وتاخذ الدول وورفارين ممكن يسوي لك تشوهات يعني حاشة يعني كلش خطرة على المريض قد تكون قد تكون incompatible فكلش خطر الورفارين للمرأة الحامل والمفروض ينوخذ كلش بطريقة حذرة وبأسلوب هس رح أذكر لك يا شلون يكون ظهرت مؤخرا في هدأدوية كلش متطورة اللي هي الدو هي المفروض دي خلي بس ما ديش مخلي ان دابكتران رفاكسبان أبيكسبان و اندوكسبان هذن شنو أدوية كلش متطورة يروح يرقضن وين فاكتر عشرة وين فاكتر الثني ثرومبين ها شوف ياخذن هذا ويكضن هذن اللي هنا قلنا هذن هي أكثر شي هن أهم شي يعني إذا أنا طفيت مع الطفلة الخضرة هاي طبعا كلش أدوية غالية نفس الحالة تستعمل الـ و و ياخذ ثامويا وبس يحتاج يعني جماعة CKD لازم تتبه تمام وممكن يسبب لك طبعا bleeding تمام ممكن يسبب لك GIT upset وممكن حتى بيدراج إذا ما يصر تغذوي أدوية أخرى بس المهم لازم تعرف أن هذا ثرومبين inhibitor ودو كلش يعني specific يعني كلش متطور شون الـ low molecular weight هبارين هميا نفس القضية هاذا زين هنان هذا كل كلام سولفنا فتأكو شي ضروري تعرفوه إذا مرأة حامل الميسر لا تطيها هبارين طول فترة الحمل هو المفروض تنقطع هاي مالدم بس المريضات تموت إذا نقطع فشون قالوا يجد جمعية الأمريكان للأمراض الصدرية The American College of Chest Physicians قالوا هالأمر التالي قال تبدي المرأة الحامل تاخذ الهبارين بس يا هبارين هذا المتطور low molecular weight هبارين الظل تاخذ من الأسبوع الأول إلى الأسبوع 13 هي تاخذ هذا تاخذ شنو low molecular weight هبارين ومن أسبوع 13 إلى أسبوع 34 تبدي تاخذ شنو تبدي تاخذ وورفرين ومن 34 إلى يعني نقول يعني شو نقول delivery يعني بعد الولادة ترجع شنو يعني وين ورد الولادة ترجع هميا low molecular فأنت هاي الفترة الحرجة بين 13 و34 هاي تبدي تكون ويعضاء مهمة وال low molecular هبارين كلش مؤثر عادي تمام فإحنا شنسوي تبدي بالبداية تطي low molecular هبارين بهاي الفترة ليش هاي الفترة بس للهبارين هذا low molecular هبارين لأن هاي الفترة إذا تطي وورفرين أو تاخذ المريضة وورفرين رح تستشوهات ولادية فلهذا نطينا الهبارين ولاحظنا إذا أخذت هذا الهبارين بالفترة ما بين 13 و34 همست تشوهات ولادية فطينا الوورفرين وهنا بهاي الوراها بعد ترجح هي إلى low molecular يعني low molecular الشسمة ويت هبارين طبعا هي لازم تضل تاخذ حتى بعد الحمل لنتعرفون هي ظل الطبيب ما لاته يراقبها تمام هاي 1972 قصدة يعني هاي الفاكترات قلت لك 10 9 7 و 2 تمام كل المعلومات انذكرها هاي نخلي دراكشن ميسل تستعمل هو إلى مدرون وكرا رفرما يسين وانتي epileptic دراكش واش سورة تبقى آخر شي بعد الثرمبولايتك إذا تكونت عندك خثرة شلون تحلل لها كل شي سهلة الجسم بصورة طبيعية شي سوي افرض هاي خثرة هنا هاي صان نساع نحش احنا تكون خثرة ادوية احنا اشتغلنا ادوية تجي على البلاتلس وانطفية ما خليها تتكاثر واشتغلنا على ادوية طفين الفاكترز بقط اذا صرت خثرة شلون يحللها الجسم يحللها شنو يجي في هذا انزيم اسم ستروبتوكاينيز تمام يصير بيه تغييرات بالشكل عن طريق ستروبتوكاينيز بلازمينجين كومبلكس يسوي لتغييرات بحيث الهدف من هاي التغييرات يحول البلازمجين الى البلازمين تمام يحول البلازمجين الى البلازمين وهذا البلازمين رح يكذ الاتيبليز والفايبرين اللي هن ذنبه موجهات بالخفرة بحيش يسوي يطفي هو الفايبرين موجود منه يطفي يطفي الاتيبليز فاحنا حتى نسرع العملية عن طريق البلازمين اللي هو عن طريق ستروبتوكاينيز خلا حس ستروبتوكاينيز موجود بالجسم شاف اكو خفرة شو رح يسوي هذا كأنه فدهول الجندي المسؤول عن قطع هاي الخفرة او تفجيرها شو رح يسوي رح يبدي يغير بشكله عن طريق هذا الشي شو رح يسوي رح يشوف بالخفرة رح يشوف مثلا شي اسمه بلازمجين يساعد بان يسرع من عملية تحويل الى البلازمين وهاي تعتبر الخطوة الاولى بتحليل الخفرة فانا من قد انطي دوا انطفد دوا انزيد الستروبتوكاينيز حتى ستشجع هاي الخطوة موجود هالنوبة الفايبرين اكو يما انزيم اسموه اتيبليز تمام هذا انزيم الاتيبليز يكذل الفايبرين وهام يخفره يفلش فانا منو يسرع عملية هاي يكذل الفايبرين ويفلش البلازمين فانا انطي فادادوية تسج الاتيبليز حتى يزيد من عملية التفليش فالهذا احنا انطينا فادادوية مثلا ستروبتوكاينيز شوفها واتيبليز همامثلة يعني اتيبليز هذو وتين اكتيبليز هذا ننطي بس بوش يعني جرائتين جرائتين اثنيا بيناتين نص ساعة ومستروبتوكاينيز واتيبليز شلون يشتغل هذا البلازمينجين يعني هذا البلازمينجين يسوين الاكتيبليز يسرعا من عمله يمتد استعملها سيجمت إليفاشن يعني ستيمي وحالة ستروب بولمونري امبوليز شنو ممكن يسبلك بليدنك ما بقينا واحدة ما قذبين حاليها بليدنك ما يصير تستعمل الهايبر تنشن تمام جماعة ترتبع الضغط ما يصير حاول تقلل الضغط نبط الطهم يزير رفعنا الضغط تمام وكذلك الشخص اللي يعني شو نقول عند احتمالية هو يصير عنده نزيف أصلا هو عنده نزيف أو مسوي عملية جراحية قبل المهم يعني عنده فد حالة ممكن يسبب لي فد مشكلة بحيث هو أتوقع هذا مريض عنده احتمال ينزف أو عنده نزيف يعني عنده مشكلة هو بس ينزف فشنو أنا يعني ما يصير أنطي هذا يعني أنطي الذكن الأدوية ذكرناها الفوق تحديدا من ذول ممكن الكبار بالعمر المغذين مسوين جراحية قبل شوي يعني مشكلة تركيب الشرايين وال ICH تمام هنا نخلصت المحاضرة أتمنى حاول أوضح به تفصيلات حاول ترسم إذا فتمتوها دعا إن شاء الله وبتوفيق ونراكم محاضرات القادمة إن شاء الله مع السلامة